بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج الترند حلقة مهمة جدا فيها كواليس فيها أخبار كمان خلاص بدأ النادي الأهلي الاستعداد للموسم الجديد بنتكلم في مرحلة إعداد مهمة جدا للفترة القادمة مباريات محلية مباريات إفريقية تسجيل القايمة المحلية إرسال القايمة الإفريقية جهاز فن جديد تولى المسئولية بالأمس وتم الإعلان عن تولي المسئولية لمدير الفني السويسري مارسل كولر كمديرا فنية للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة وبالتالي حالة النهاردة هيكون فيها تفاصيل مهمة جدا عن المرحلة القادمة للنادي الأهلي وكمان هنتكلم عن ماذا يحدث في القايمة الدولية للحكام والنهاردة عندنا أسرار وكواليس ما سمعتهاش قبل كده وهتعرفنا الفترة الجاية إيه اللي بيحصل في ملف التحكيم وهل التحكيم في تطوير ولا كلام على ورق فقط حالة فاكة ويس مهمة جدا لكن أبدأ حلقة النهاردة بسؤال حلقة اليوم وسؤال حلقة النهاردة وجه رسالتك لشادي حسين مهاجم النادي الأهلي الجديد تم الإعلان عن التعاقد مع ابشك لرسمي بالأمس وشادي حسين من اللعبة المميزة اللي انضمت للنادي الأهلي هذا المسئل شاركوا معنا في الإجابة على السؤال ورسالتك من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخير هستعرض أكبر قدر من رسالكم بالنسبة لشادي حسين مهاجم النادي الأهلي لكن بسرعة نروح لعنوين الحلقة في ترند الأهلي الفريق يواصل استعداداته للموسم الجديد وكمان الأهلي ينهي القياسات البدنية والطبية لللاعبين وأخيرا المنتخب يبدأ معسقره بقيادة فيتوريا مباراة اليوم النهاردة جولة جديدة من مباراة دوري أبطال أوروبا البطولة الأكثر إثارة ومتعة النهاردة بنتكلم في حوالي 9 مباراة أو 8 مباراة في توقيت تواحد في مباراتين الساعة 7 إلى ربع فيكتوريا بلازن هيلعب مع انتر ميلا وسبورت انجليش بورنا هيلعب مع توتنهام هوتسبير الساعة التاسعة من مساء اليوم 6 أو 5 لقاءات في توقيت واحد ليفربول هيواجه آيكس عمستردام وباير نيفالجوزن هيلعب أتليتكو مادريد وبورتو هيواجه كلوب بروج ومارسيليا الفرنس هيواجه انتراخت فرانكفورت وباير نيميونيخ هيواجه بارشلونا مباراة قوية جدا وبالتأكيد مباراة باير نيميونيخ وبارشلونا من المباراة القوية للكل بالتأكيد بيتابعها خاصة بعد النتيجة الكبيرة اللي اتحققت قبل عدة سنوات لكن أكيد الوضع المرض مختلف مع الانتقالات الأخيرة في الدوريات الأوروبية يمكن دي أهم مباريات النهاردة في دوري أبطال أوروبا أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع فقر تريند تريند اللي فيها أخبار وكوريس حصرية من خلال فقر تريند تريند عبر شاشة قناة الأهلي ألف مبروك شادي حسين مهاجم النادي الأهلي القادم بإذن الله صفقة بإذن الله هتكون صفقة نوعية في سوق الانتقالات الصيفية خلال هذا المسلم شادي حسين مش باتكلم على المستوى الفني لعيب هيلعب بقلبه وبروحه لمنه أهلاوي وأعتقد الكلام اللي قاله في البرومو في تقديم شادي حسين كصفقة جديدة للنادي الأهلي فيها تفاصيل وفيها معاني مهمة جدا اللي كان بيميز الأهلي في السنوات السابقة أو عبر التاريخ بخلاف الموسم الحالي أو الموسم الأخير كان دايما تيشرت النادي الأهلي روح الفانيلا الحمرة أنت دلوقتي بتدور على لعيبة مهارية وفنيا كويسة لكن كمان مهم جدا لما تجيب لعيب يكون عنده روح الفانيلا الحمرة ده هيكون موجود في شادي حسين البعض بيقول شادي حسين 29 سنة لكن شادي حسين كلنا بنتوقع مش أنا الواحد اللي بتوقع كلنا بنتوقع أن الموسم اللي جاي بإذن الله إن شاء الله ويكون التوفيق حلفه هيكون أهم وأبرز صفقة تمت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وخط هجوم النادي الأهلي بوجود محمد شريف بوجود صلاح محسن بوجود يا شادي حسين هيكون من أقوى خطوط الهجوم اللي موجودة في الدوري المصري خلال الفترة اللي جاي صفقة مهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي وهتضيف بشكل بير جدا لمنتخب مصر خلال الفترة اللي جاي شادي حسين من اللعيبة عينيها حلوة على الجون لعيب مميز ومر فترات صعبة جدا لكن قدر خلال السنة الأخيرة أو آخر مسلمين يفرد نفسه على الساحة الرياضية وعلى سوق الانتقالات في الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة أنا بتوقع هنرجع تاني لمسألة الهدفين اللي هيوصلوا لعشرين هدف وخمسة وعشرين هدف بوجود محمد شريف وبوجود شادي حسين وبإذن الله هتكون صفقة مهمة جدا للنادي الأهلي طيب أنا بتكلم على الصفقات هي الصفقة الأولى التي تم الإعلان عنها بشكل رسمي بالأمس ولكنها لن تكون الأخيرة في صفقات بالتأكيد النادي الأهلي هيعلنها تباعا وكلنا كمان لازم ناخد بنا من نقطة مهمة جدا القائمة الإفريقية هيتم إرسالها يوم الخميس القادم يعني بعد بقرة خمستاشر تسعة وبالتالي أكيد خلال الساعات اللي جاية هيكون فيه ترتيب وتفكير لصفقات واستراتيجية للتدعمات خلال الفترة اللي جاية عشان تستفيد بها أو تستفيد بهذه الصفقات في المباراة المحلية والمباراة الإفريقية اللي هتنطلق بالنسبة إن شاء الله للنادي الأهلي خلال الشهر اللي جاي ولكن موسم الصفقات والانتقالات السنة النادي الأهلي بيعمل استراتيجية مختلفة الناس فكروا إن اللي كان بيحصل السنين اللي فاتت النادي يقول لنا عايز 30 مليون و40 مليون ده هيحصل لا الموضوع اختلف لأن سؤال انتقالات اختلف بعد المعايير اللي حطها اتحاد الكور والنادي الأهلي دايما بيحب يلتزم بالقوانين واللوايح احنا قلنا عارفين إن فيه بند تحط في مسألة اللعب المالي النظيف أنت عشان تبرم صفقات لازم من خلال الميزانية المحددة وبالتالي لو خلفت ده مش هتقدر تأيد صفقات فبالتالي النادي الأهلي بيفكر في الصفقات إزاي بفكرة إنه يجيب لعيب مركز أيمن أو باكليفت أو راس حربة وبس لا بيفكر فيها كنحية فنية كنحية مادية وكمان بيتكلم على مدى أبعد والمستقبل والاتحاد الكورة لما خد قرار إن انت تقدر تضيف خمس صفقات أجنبية في الفريل أول وتلات لعبين أجانب في المراحل السنية المختلفة اللي هو تحت الفريل أول النادي الأهلي بيشتغل على الجزئية دي والنادي الأهلي شغال في هذه الجزئية بشكل مختلف تماما هتجي تقول لي ما لما نادي يكون عنده ثمن أجانب ده مش في صالح الكورة المصرية يا فندم ده مش إجبار عليك ده بند محطوط فيه ليحة اتحاد الكورة النادي الأهلي بما إنه بيشارك في مصابقات عديدة وأبرزها المصابقة الإفريقية هيسعى إنه هو يضم لعبين في الفريل أول وكمان تلات لعبين أجانب في المراحل السنية المختلفة لأنه كمان قطاع الناشئين لسه القيد ممتد فيه في الشهور اللي جايه لكن النادي الأهلي بيشتغل على المستقبل اللاعبين الأجانب اللي يعملوا نقلة نوعية في الدور المصري خلال الثلاث سنين اللي جايه أو الخمس سنين اللي جايه أنت إمكانياتك ديب خمسة بس هات أنا إمكانيات سأجيب التمانية هجيب التمانية وأنا لما أجيب التمانية أنا هستفيد بيهم عشان بلعب بطولة إفريقية وبالتالي النادي الأهلي ابتدى يفقر في مسألة الصفقات بشكل مختلف تماما وابتدى يطبق البنود اللي مكتوبة في لوائح اتحاد الكورة خلال الفترة اللي جاي بحزافرها الفكرة كمان أنك بتتجه لمدارس مختلفة الناس كانت دايما تقولك إيه أنت دور دايما في الأدغال الإفريقية من عند السوق مفتوح ممكن أفقر في مدارس مختلفة ممكن أروح لسوق القيمة التسوقية أقل لكن الجودة الفنية أعلى القيمة التسوقية أقل لكن الجودة الفنية أعلى يعني ممكن ألاقي لعيب في سوق موجود تاني غير السوق اللي أنا موجود فيه جودته الفنية أعلى وقمت التسوقية أقل من الأرقام اللي بتتأل في مصر هروح له حتى لو وصلت لفين هروح لده هنا بيتعرض لعيبة ب40 مليون و50 مليون ممكن أجيب لعيب أدل لهنا 10 مرات ب5 مليون و10 مليون يبقى أنا كسبان ولا لا أنا بفكر صح ولا لا بس عشان أعمل ده هعمل ده في يوم وليلا لا اجتماعات لجنة التخطيط واجتماعات الكابتن محمود الخطيب مع كل المسؤولين في قطاع الكورة بقالها بالزبط أكتر من 15 يوم يوميا اجتماعات مشاءل من 6-7 ساعات مشاهدة مباريات التعرف على المستوى الفني لبعض الصفقات سواء داخل مصر أو خارج مصر وضع قواعد ومعايير في مسألة الصفقات القيمة المحلية والقيمة الإفريقية اللي بيتم التحضير لها هتبقى نقلة نوعية بإذن الله للنادي الآلي خلال الفترة اللي جاية سواء داخل مصر أو حتى في المشاركات الإفريقية اللي أنا مش بشتغل على السنة دي أنا بشتغل على دور السوبر هشارك فيه إن شاء الله الموسم بعد القادم مسابقة هتدخل لو أنت كسبان البطولة مش أقل من 11 مليون و600 ألف دولار وبالتالي أنا بلعف في مستوى تاني خالص الفكرة بالنسبة لي بقت مختلفة أتمنى الجمهور يفهم التفاصيل لما بين السطور لأن فيه كلام مهم جدا مش محتاجين نشرحه التفاصيل لكن هتشوفوه على أرض الواقع خلال الفترة الجاية في مسألة التدعمات اللي بيشتغل عليها الأهلي والناس دائما بتسأل إحنا متأخرين مش متأخرين ولكن النوعية اللي الأهلي عايز يشتغل عليها والطريقة اللي الأهلي عايز يضم بيها لعبين جدد مختلفة تماما عن اللي حصل قبل كده فكرة إن ندفع 40 مليون و50 مليون وأن ده تطلب مني 20-30 مليون و4-5 لعيبة مقابل لعب قصة ما بقيتش كده لأن أصبح هناك لوائح وقوانين لازم الأندية كلها بلا استثناء تنفذها وما فيهاش أي استثناءات قاعدة اللعب المالي النظيف بدأ النادي الأهلي يتعامل معها بشكل رسمي وننتظر مع التسجيل وقيد الصفقات هنشوف مين اللي التزم واشتغل بالمعايير اللي حطها اتحاد الكورة ومين ممكن يخالف وهلا يبقى فيه استثناءات ليه ولا لا لكن التدعمات فيها استراتيجية جديدة للنادي الأهلي خلال الفترة اللي جاي طيب حاجة تانية مهمة جدا انبارح كان فيه قياسات بدنية للاعب الفريل أول للنادي الأهلي وكان موجود معهم دكتور أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي ورئيس الجهاز الطبي اختبارات فيزيائية وقياسات عضلية وبدنية عشان تبدأ تشوف المرحلة الجاية وانت بتستعد للمسم الجديد القياسات دي لها مدلول مهم جدا فكرة الإصابات التي كانت متكررة الفترة الأخيرة انت بتعمل القياسات دي عشان تتفادى مسألة الإصابات التي كانت بتحصل في الفترة السابقة كمان حضر هذه القياسات مخطط أحمال الفريق اللي تم تعيينه رسميا من قبل النادي الأهلي بعد اختيار مرسل كولر مديرا فنيا للنادي الأهلي وكان حتى انبارح مخطط الأحمال مش موجود مع الجهاز الفني في المؤتمر الصحف عشان كان مجهول مع دكتور أحمد أبو عبلة في القياسات الطبية والبدنية اللي اتعاملت لكل أفراد الفريق طيب النهاردة كمان كان فيه زيارة مهمة جدا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة الكابتن محمود الخطيب استقبل وفد الاتحاد الكويتي لكرة القدم وكان بيتقدم الوفد الكويتي النهاردة الأستاذ عبدالله الشاهن رئيس الاتحاد الكويتي والأستاذ المطيري نائب الرئيس وجمال العتيبي عضو مجلس الإدارة وصلاح القناعي الأمين العام ضمكوا على الشاشة دي كواليس من زيارة الوفد الاتحاد الكويتي لمقر النادي الأهلي بالجزيرة والاجتماع مع الكابتن محمود الخطيب في جلسة ودية أكد فيها الكابتن محمود الخطيب على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع النادي الأهلي بالاتحاد الكويتي وأندية دولة الكويت الشقيقة وأنه بشكل شخصي يرتبط بعلاقات صداقة وطيدة مع العديد من نجوم الكرة الكويتية السابقين منذ فترة تواجده في الملعب الأستاذ عبدالله الشاهن رئيس الاتحاد الكويتي لقرة القدم يمكن أن أعبر عن ساعته بزيارة النادي الأهلي ولقاء الكابتن الخطيب مؤكدا اعتزازه بالعلاقة القوية بين الجانبين وتطلعاته نحو تعزيز سبل التعاون بينهما خلال الفترة المقبلة كمان نشدد على أن الأهلي قلعة رياضية عريقة تمثل وجهة مشرفة للرياضة العربية بما حققوا من نجاحات كبيرة تخطت الحدود ووصلت إلى العالمية وفد الاتحاد الكويتي قام كمان بجولة في مقر النادي بالجزيرة تفقد خلالها منطقة دولاب البطلات وصالة الأمير عبدالله الفصل وملعب مختار التتش والنصب التسكاري للشهداء في ختم الزيارة قام الكابتن محمود الخطيب بإهداء الدرع وعلم الأهلي وقميص الفريق إلى أعضاء الوفد الذي أهدى لرئيس النادي درع الاتحاد الكويتي لكرة القدم زيارة مهمة جداً وبتدل على عمق العلاقات التاريخية ما بين النادي الأهلي وكل الأندية العربية في السعودية في الكويت في قطر في عمان في البحرين في كل أرجاء الوطن العربي حتى في تونس في المغرب في الجزائر مباراة الأخيرة للأهلي كانت في الجزائر في نصف نهاية دورة أبطال إفريقيا شفنا زيارة بعثة النادي الأهلي ورئيس البعثة الأستاذ العمري فاروق لمقر الاتحاد الجزائري واستئبار رئيس الاتحاد الجزائري لبعثة النادي الأهلي عمق العلاقات التاريخية ما بين النادي الأهلي ومسؤولي النادي الأهلي معروف للجميع وقدمك هذه لقطات حصرية وهداء درع وعلم النادي الأهلي للوفد الكويتي وكماناهداء الاتحاد الكويتي لرئيس النادي الأهلي درع الاتحاد الكويتي في هذه الزيارة المميزة التي تم تظهر اليوم النهاردة في مقر النادي الأهلي بالجزائر تمام حاجة تدعو للفخر كل الأشقاء العرب عندما ينزله مصر بيكونوا حارسين على أول حاجة يعملوها زيارة مقر النادي الأهل بالجزيرة وزيارة الفروع المختلفة مؤسسة رياضية عريقة والحمد لله يمكن بتشرف رياضة المصرية في كل المحافل القرية والدولية تمام موضوع تاني مهم جدا عايزة أتكلم عليه وهو موضوع متعلق بالقيمة الدولية للحكام الحمد لله يمكن هنا تكلينا السبق اللي احنا نفتح هذا الملف وتكلمنا فيه الإسبوع قبل الماضي وشرحنا تفاصيل مهمة جدا في موضوع القيمة الدولية للحكام وإحنا مش هنسمح أن أخطاء الفترة السابقة تتقرر تاني وقلت قبل كده عمرنا مع أن حاسب حكم أو مسؤول على تسلل أو ضرب الجزاء تحسبت أو ما تحسبتش احنا المسألة بالنسباننا أعمق من كده احنا الموضوع بالنسباننا أن التحكيم المصري ده لازم يكون محدود في حتة كده ما تقلش عن رقم واحد أو المركز الأول لأن الحكم المصري ده وجهة للرياضة المصرية وللقرى المصرية وإحنا بنتكلم لصالح مصر في المقام الأول هي في النهاية التحكيم جزء من المنظومة ولكن جزء مهم جدا اللي بيحصل في ملف التحكيم في الدوري أو في الاتحاد المصري خلال الفترة الأخيرة ما يدكش كده انعكاس أو ما يدكش صورة أن الفترة اللي جاية هيكون فيه تطوير تم تعيين ماركت لاتنبرج ودي خطوة كلنا كنا بنشتغل عليها عشان تحصل والحمد لله تمت ولكن في بعض الأطراف كده اللي لسه موجودة داخل لجنة الحكام يبدو كده أن هي مصرة على أن الفترة اللي جاية الناس ما تشوفش خير الناس ما تشوفش تطوير في منظومة التحكيم ليه بقولي الكلام ده؟ فاكرين لما طلعنا اتكلمنا على موضوع تقرار الحكام في المباريات وقلنا أن في حكام بتتقرر لفرقة والفرقتين بالعشرة نشر مباراة في بعض الحكام زالوا مننا وإحنا والله العظيمة نقصدهم بشكل شخصي إحنا لما تكلمنا كنا بنتكلم على المعايير بنتكلم على سكرتير اللجنة ورئيس اللجنة اللي بيختار الحكام إحنا ما عندناش شك في نازاهة أي حكام مصري الحكام المصريين من أفضل وأشرف الحكام اللي موجودين على مستوى العالم مش بتكلم في أفريقيا بس على مستوى العالم ولكن الناس القائمة على إدارة هذا الملف بتعمل كوارث وأنا الكلام اللي هقوله ده مش هوجهه إلا لرئيس الاتحاد الأستاذ جمال علام لأن ما ينفعش وأنا بتكلم في ملف متعلق بالاتحاد الكرة أوجه ندق لوزير الرياضة اللي اتدخل وحل موضوع الكشف الطبي وده يندل على شيء يدل أن الناس اللي قاعدة في التحاد الكرة مش شايفة شغلها لمجلس إدارة ولا لجنة حكام أن وزير الشباب ورياضة دكتور أشرف صبح يهتم بملف التحكيم ويدخل في موضوع الكشف الطبي ده معناه أن الناس اللي قاعد على الكراسي ما تشتغلش لكن أنا في الكلام اللي جاي ده كلام فني لإعلاقة بالاتحاد لإعلاقة بلجنة الحكام بس أنا هوجه كلامي للأستاذ جمال علام وأنا عندي ثقة أن الكلام ده لما يوصل له هياخد باله من التفاصيل دي عشان ما تتقررش نفس الأخطاء اللي ممكن تضر الاتحاد في الفترة اللي جاية قبل ما تضر اللجنة لأن الناس اللي في اللجنة ممكن يعودوا ويمشوا في أي لحظة لكن الاتحاد هو المسؤول ومكمل معنا لغاية السنتين اللي جايين لما اتكلمت عن الحكام اللي موجودين في تقنية الفترشيحات وقلت في حكام بتتقرر ومعنى الحكام دي بتتقرر يعني اللجنة شايفاً الحكام دول مميزين طيب لما تيجي تعمل قائمة دولية وانت عندك ليحة ترشيحات في مسألة الاختيار للقائمة الدولية ألف به الاختيار الفني يعني ايه انت ديت محمود سوقي 22 مباراة في تقنية الفيديو في الدوري والديت لوقي الفرحان 18 مباراة والديت لسيد شعبان 18 مباراة والكذا 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 جيت عند طارق مجدي عدد أقل من كل دول جيت عند محمود عشور 6-7 مطشاط لا لحظة بقى منين بتستدعي محمود عشور للكشف الطبي للقائمة الدولية والمرشحين للقائمة الدولية وهو عنده 47 سنة وكمان في عدد المباراة اللي كان موجود فيها في تقنية الفيديو أقل من اللي موجود في المركز الأول والتاني 3 مرات يعني ما لقى وقى الفرحان 18 مطش في الفار في تقنية الفيديو ولاقى محمود عشور 6 مباراة يعني وقى الفرحان خد 3 أضعاف مباراة من محمود عشور ده معناه ايه ان اللجنة اللي كانت موجودة او خلاص سيبكم من عصام عبد الفتاح والسيد مراد الاستاذ احمد ابو العلا او الكابتن احمد ابو العلا مزير اللجنة اللي كان بيختار الحكام انت اديت اللي وقى الفرحان 18 مطش والديت لمحمود دسوق 22 مطش محمود عشور خد 6-7 مطشات يبقى بدي تلعى المستوى الفني مين اللي افضل تبقى للاحية الترشحات للقائمة الدولية دسوقي وفرحان وسيد شعبان وكل الاسامي اللي اكتر من محمود عشور ده كده المستوى الفني طيب العمر او السن الناس دي بتتكلم 38-37-39 سنة محمود عشور 47 سنة بتجدد لمحمود عشور بناء على ايه ايه اللي حصل من محمود عشور مميز اوي عشان تجددله رايح كسعالم لا كان موجود في معسقر المحليين عشان كسعهم من الافريقية في الجزائر في يناير اللي جاي لا فيه استحقاقات دولية جاية لا طيب بتجددله ليه ايه المعيار بتاعك عشان تجددله اولا سنه انت بتجددله كده للسنة التانية على التوالي وبالتالي لما يوصل لقايمة الدولية بعنده 47 سنة وبالتالي انت بتاخد من الحكام اللي صعدين اللي هم عندهم 38-37 سنة انا مش بقول عندهم 24 سنة والله ده 37 سنة اللي احنا بنعتبره شباب يعني شوفوا الحكم القطر اللي كان بيحكم مباراة الزمالك والهلال السعودي كان عنده كم سنة 34 سنة وقايمة دولية بقاله سنين واحنا بنجدد وبنحط حكام صغيرين عشان يبقى عندهم فرصة في المحافلة الدولية ولا بنعمل ايه يعني عدد المباراة انا اتكلمت في مرة هنا على وقال فرحان قلت واخد 10-11 مطشورة بعض وده معناه ان ثقة منك يا كابتن احمد ابو العيلة لما تحط في المطشط دي يبقى الراجل ده كف طف لما تحط ترشحات القائمة الدولية وتحط محمود عشور وتيجي تليفونات وضغط عشان الناس دي تخش والناس دي تدخل يبقى انتوا هنا بتشتغلوه الصح يبقى هنا التقييم بالنسبة لكو غلط يبقى هنا القصة ليه علاقة بالمعارف والمحسوبية ما لهاش علاقة بالمستوى الفني اطلاقة دي جزئية الجزئية التانية موضوع الكشف الطبي مدير اللجنة لما يبقى قاعد على كرسي ومسؤولية مدير لجنة حكام ومش عارف ياخد موافقة على مكان عشان يعمل فيه الكشف الطبي بشكل آدمي لحكام الدوليين ما يعودش على كرسي ما يعودش على كرسي ما ينفعشوا مدير اللجنة يروح يستعين بمحمود أبو الرجال حكم عنده ما ينفعش يستعين بيبراهيم نور الدين حكم عنده ما ينفعش يستعين بسكرتهال لجنة سابق يسأله اعمل الاختبار فين او لا الكشف الطبي فين ويوم تعمل الكشف الطبي عملته في مكان ما تعملش فيه خلال السنوات السابق ولما جات الرسالة من وزير الشهور راحت دكتور أشرف صبح عملته في المكالي كنت بتعمله في السنين اللي فاتت. طب انا عايز افهم. هو الكابتين احمد ابو العيلة. راح مباشرة اللي المكالي كان بتعمل فيه كل سنة. مركز الطب الرياضي اللي في الساد القاهرة? ولا هو تطوع? وقال لك اروح نقابة المهنة الرياضية في المحافظات. ده برضو سؤال لازم الاستاذ جمال علامة يسأله له. ما انت لما تاخد قرار يا استاذ جمال بايقاف المهزلة اللي ليه علاقة بالكشف الطبي? لازم تعرف الكشف الطبي. ليه تعمل في نقابات المهنة الرياضية? وليه ما راحوش من المركز الطب الرياضي? وليه الحكام الدوليين? مش كلهم. راحوا مستشفى السكة الحديد وفيه ناس تانية راحت محافظات. يعني لما بص على صورة الحكام الدوليين اللي نزلت على صفحة اتحاد الكورة. ولاقي تلات حكام حكم وحكمتين موجودين في الصورة. دول من اسكندرية. منهم مثلا كابتن محمود باسيوني. الرجل من اسكندرية. جيل قاهرة. رأى عمل كشف طبي في مستشفى السكة الحديد. ده شيء كويس جدا. بس انت جايبوا منين من اسكندرية? طب اللي في اسماعالية. اللي مرشح للقايمة الدولية. الطبيعة ييجي فين? ييجي القاهرة. مع الناس. مع مرشح قايمة دولية زيهم. ده انكو الصورة هي على الشاشة. فيه الحكم الكابتن محمود باسيوني من اسكندرية. الكابتن شاهندة المغربي من اسكندرية. كابتن جمالات من اسكندرية. دول جهم كشفوا في القاهرة في مستشفى السكة الحديد. طب خذ المفاجأة بقى. دول مرشحين قايمة دولية جهم القاهرة. في زيهم مرشحين مجوش القاهرة. يعني راحوا اسكندرية. طب طالما جابت محمود باسيوني من اسكندرية للقاهرة. طب قلت تخليه في اسكندرية. ليه جابتوا القاهرة? طب اللي كان في اسماعالية. ليه وديته اسكندرية. يعني لما لقى وليد عبد الرازي اسماعالية راح اسكندرية. لما لقى طريق سامي ومحمد حسن. حكام كرة الصلاة. محمد حسن ده جماعة من افضل الحكام اللي موجودين في كرة الصلاة. وحكم اتنين نهاية كاسعالم. اخرت الدنيا دي كلها بعد التاريخ الجبير ده. يروح. يعمل كشف طبي. في اسكندرية. وهو من اسماعالية. ويعمل فين? مش في مستشفى. في نقابة المهنة الرياضية. على الكنبة. على الكنبة. الصورة اللي انتو شفتوها واللي عملت قلق للاتحاد الكورة. عشان اتحاد الكورة مش واخد بالهم اللي اصل في لجنة الحكام من الكابت نحمد ابو العلا. محمد حسن. راجل حكم اتنين نهاية كاسعالم صلاة. عايزين تطلعون من القايمة الدولية. ولسه اصلا ما تخطاش السن القانونية. ويوم ما يعمل كشف طبي. بدل ما يجي بالقاهرة زي زميل واللي جم. تودي اسكندرية. طيب انت محمود باسيوني يجي من اسكندرية للقاهرة. يا كابتن احمد يا ابو العلا. انا عايز افهم. انت بتدين ملف التحكيم ازاي? يعني في الاختيارات الفنية اديت حكام مطشط كتير وبتسترعدهم من القايمة الدولية ومش عايزة تدخلهم. وبتجيب محمود عشور 47 سنة عايزة تدخلهم. في الكشف الطبي جايب ناس من اسكندرية للقاهرة ومودي ناس من اسماعيلية لسكندرية. ايه ده? ملف التحكيم يا استاذ جمال. يا مجلس دارة اتحاد الكورة. لو المشاكل دي ما تحلتش. وبكرة فيه اختبار ليقى بدنية اكتر من 40 50 حكم فيه. ترشحات القايمة الدولية الموضوع فتح البحري على فكرة. بعد ما كان محدد بناء على لوائح بقيت مفتوحة. بكرة هتلاقى 40 50 حكم بيجروا. مين هيخش? هتشوفوا كوارث ومفاجآت خلال الفترة اللي جاية. لكن استاذ جمال علام في رسالتي الاخيرة. شوف الموضوع ده وحله. فيه حكام تزلمه. فيه حكام دخله بعد ضغط كبير جدا. كابتن احمد ابو العلم ما ينفعش يستمر بعد استقالة ورحيل اللجنة السابقة اوقالة اللجنة السابقة. بالاضافة لده كمان كابتن محمود عشور اعتقد بعد الارقام اللي قلتها ما ينفعش يكون موجود في القايمة الدولية السنة الجاية ولا حتى القايمة المحلية عشان تده فرصة للوجوه الجديدة في الفترة اللي جاية. اللهم بلغت. اللهم فاشهد. وتركبوا قبل مطلع لفاصل. صفقة ثانية للنادي الاهلي. فاصل ثم نواصل. زي ما شفتوا بالتأكيد انتظروا بالتأكيد الاعلان عن صفقة جديدة للنادي الاهلي خلال الساعات القليلة القادمة. وزي ما كنت بتكلف موضوع الصفقات قلت فيه استراتيجية جديدة بالنسبة للنادي الاهلي. وسؤال انتقالات النادي الاهلي بالتأكيد بيشتغل عليه بشكل مختلف في التدعيم سواء من داخل مصر او من خارج مصر. وقلت قبل كده فيه سوء الانتقالات ممكن تجيب لعيب افضل جودة. وباقل سعر من مدارس مختلفة. والنادي الاهلي بيتعامل مع ملف الصفقات طبقا للوايح المنظمة للمسابقة خلال الفترة اللي جاية. مسألة الشراء في حدود الميزانية. مسألة التدعيمات من لاعبين افضل جودة وباقل سعر عما هو معروض في السوق المصري. اكيد سرع تختلف تماما خلال الفترة اللي جاية. عندك فرصة ان يكون عندك تمن اجانب. تمن اجانب. خمسة في الفريل اول وتلاتة في المراحل السنية. الاهلي بيشتغل على الاستراتيجية دي. ولسه عندنا مساحة وقت خلال الفترة اللي جاية. اللايحة دي على فكرة مش الزمية على الكل. تبقى لاحتياجاتك وتبقى لرؤيتك وتبقى لأرقامك المالية والميزانية بتاعتك. وبالتالي النادي الاهلي بيلعب في مصابقات كبيرة. بتحتاج الى لاعبين زو نوعية مختلفة. فالنادي الاهلي بالتأكيد بيحضر للفترة اللي جاية. يعني كل ده بيحصل عشان حاجة النادي الاهلي. ويشتغل على الفوزة بكل البطلات. دوري كاس سوبر دوري ابطال افريقيا. وبإذن الله كاس العالم للاندية خلال المواسم القادم. طيب. تريند الاهلي. والنهاردة فيه كلام كتير جدا بخصوص تريند الاهلي كان موجود في السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيرة. نروح مع بعض لتريند الاهلي ونشوف اللي كتب في الساعات الاخيرة. خاصة ان فيه كلام مهم جدا متعلق بمسألة الصفقات وقيمة الفريق الفترة اللي جاية. اول حاجة معايا حساب الاهرام ومن خلال حسابها على تويتر. قالوا ان الاهلي يدرس ارسال كل الاسماء في القيمة الاولية للموسم الجديد. يعني حتى اللاعبة اللي خرجت على حسابي الاعارة او البيع النهائي عشان تحافظ على حواك المادية هتسجلهم في القيمة الاولى لتكون اخرها يوم الخميس اللي جاي. لكن ليك الحق بالمناسبة. وانت بتستعد لارسال القيمة التانية اللي يكون اخر معاد ليها في منتصف عشرة. تقدر بقى تشيل وتخط وتخلي القيمة النهائية في منتصف شهر اكتوبر. لكن دي للمسات الاخيرة اللي بتحصل فيه مسألة القيمة الاولى. والان شاء الله النادي الاهلي هايعلن عنها يوم الخميس اللي جاي. القيمة الاولى المحلية والقيمة النهائية للمسابقات الافريقية. للاهلي هايعلن عبيها دوري ابطال افريقيا. وليك حد اقصى في هذا الموسم. هتسجل تلاتة وتلاتين لاعب. يوم خمستاشر تسعة. طيب نروح كمان لحساب اليوم السابع على تويتر. منافسة ساخنة. تنتظر شادي حسين مع محمد شريف في خط هجوم الاهلي بالمسم الجديد. وده اللي كنت اتكلمت فيه في بداية الحلقة. الحساب الرسمي للوطن سبورت على تويتر ايضا. مستشفى الاهلي. مارسل لكولر يتسلم تقريرا بخمس مصابين. برستاو. افشا. عمار حمدي. محمد شريف. احمد نبيل كوكا. خمس لعبين كان عندهم ظروف اصابات مختلفة. اكيد تقرير كامل قدمه دكتور احمد ابو عبلة لمارسل لكولر خلال الساعات اللي جاي. عشان يتعرف على حالة الخمس لعب. قبل بيبدأوا يخشوا فيه تدريبات الجمعية الفترة اللي جاي. نروح كمان لحساب بطولات. الاهلي يوافق على صفر بيرسيتاو الى قطر. يمكن كلنا عارفين الاهلي الفترة الاخيرة في مسألة الفحوصات الطبية في مستشفى اسبيتار القطرية. فبعض الاحيان الاهلي بيحتاج ان يتطمن على لعبة اكتر. فممكن هيكون فيه رؤية بالنسبة لبيرسيتاو خاصة مع شكوى من قسرة الاصابات في العضلة الامامية. ده هنشوفه خلال الساعات الجاي. لكن كخبر رسمي لأ ما فيش حاجة رسمية بتقول او بتدول ان الخبر ده مؤكد ان بيرسيتاو رايح قطر. هنشوف الساعات الجاية بعد القياسات البدنية اللي عملتها لعبة الاهلي. ايه اللي هيحصل في الفترة اللي كاية. نخرج لفصل ثم نواصل بعد الفصل. زي ما انتم شايفين حضراتكم على الشاشة يمكن دي لقطات حصرية من مران فريق النادي الاهلي. وده المراني الثاني للنادي الاهلي تحت قيادة السويسري مارسيلا كولر. قدامكم على الشاشة يمكننا كولر والجهاز المعاون. كابتن سعدة الحفيز موجود. مدرب الأحمال هو كمان نازل مع الكابتن سيد. وكان موجود مبارح بالطبع مدرب الأحمال مع كمان دكتور أحمد أبو عبل عشان موضوع القياسات البدنية. شوفنا كمان لقطات لأليو ديانج. أليو ديانج هون تنظم في التدريبات. عادة من الأجازة والأجازة اللي كان واخدها الفترة الأخيرة. موجودة هو في المران الجماعي. شايفين كمان مصطفى الشبير وعدد من اللعبة الصعادين من قطاع الناشئين. علي معلول كمان موجودة هو في المران الجماعي. علي معلول كمان هينضم للمنتخب التونسي. عنده أجندة رسمية مع المنتخب التونسي خلال الأيام القادمة. يمكن تونس عندها مباراتين وديتين مع جزر القمر ومع البرازيل في الأجندة الدولية. فتم استدعاء علي معلول. شايفين كمان رمي ربيعة. يعني كل اللعيب ان شاء الله هتكون موجودة في الفترة اللي جاية ولكن طبعا مجموعة اللعبين الدوليين محمد الشناوي، أيمن أشرف، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، حمد فتحي دول هتكونوا موجودين طبعا مع المنتخب الأول خلال الفترة القادمة والنهاردة حتى شفنا بعض الصور لهم في استقبالهم كالروي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر يعني دخلوا خلاص معسكر منتخب مصر خلال الفترة اللي جاية يبقى ألعبوا مع المنتخب مباراتين والديتين في شهر 9 لكن دي بداية مرحلة الإعداد بالنسبة لفريق النادي الآلي خلال الفترة اللي جاية تدريباتها جماعية بشكل يومي على ملعب مختار التيتشي بالجزيرة طبعا مرسل كولر لسا يحدد بقى الفترة اللي جاية المبارات الودية لكن ده مش هيبقى من دلوقتي قدامنا هو كمان محمود متولي نيولوك جديد لمحمود متولي في تدريبات النادي الآلي إن شاء الله في الفترة اللي جاية نشوف محمود متولي بشكل أساسي لعب صدفه سوق حظ غريب جدا في الفترة السابقة بسبب الإصابات لكن إن شاء الله يكون في الفترة اللي جاية جاهز وبيشارك مع الفريق بشكل أساسي طهر محمد طهر أحمد عبدالقادر أهو كمان قدامي في الصورة مع علي معلول محمد هاني كمان موجود إن شاء الله كمان أكرم توفيق هيكون موجود الفترة اللي جاية في المبارات الودية إن شاء الله بإذن الله هتبقى فيه عدد من المبارات الودية للنادي الآلي الفترة اللي جاية عشان تبدأ تحضر بقى للفترة اللي جاي لان اول مباراة رسمية لك هتكون ان شاء الله يوم 7 اكتوبر مع اي من المتآهلين سواء الجيش الرواندي او حتى اتحاد المنستير التونس ستلعب مباراتين 7-10 و 15-10 ثم انطلاق الدوري 16 اكتوبر ولقاء السوبر مع الزمالك يوم 28 اكتوبر كل توفية رب للنادي الاهلي في المرحلة اللي جاية اخرج الى فاصل وبعد الفاصل نواصل بقى فقرات برنامج التريند عارفين انتو للسوشيال ميديا لما عول ما بينزل على الصفحة الرسمية تيك تاك دي تبقى الناس مستنية حيات كتير لكن بيذن الله ان شاء الله الفترة جاهكم فيها خير بيذن الله للنادي الاهلي وان شاء الله الصفقات اللي هيتم الإعلان عنها تكون على قدر المستوى وبإذن الله تحقق امال وطموحات النادي الاهلي خلال الفترة اللي جاي طيب سؤال النهاردة وكات الرسالة اللي عايزينها من جمهور النادي الاهلي اللي وجهها لشادي حسين بخصوص انتقاله للنادي الاهلي نروح نشوف رسالة الجمهور الاهلي من خلال تريند المشاركة وجمهور الاهلي ايه الرسالة اللي وجهها لشادي حسين أستاذ عنور بيقول وقد تحقق الحلم كنا كما تمنيت نشوف كمان رسالة دكتور رشدي بالتوفي يا بطل وربنا يحفظك من كل سوء واتحقق أمال جمهور الاهلي فيك رسالة إيجابية أستاذ حسن مرحبا بك في نادي القرن يا ابن النادي الحقيقي وبالتوفيق إن شاء الله يا ابن النادي الحقيقي أستاذ كريم أهلا بك في النادي الأعظم في قرية إفريقيا وما جاورها نتمنى لك كل النجاح في نادي القرن الإفريقي أستاذ عبد الحميد مصطفى بيقول لاعب وعد انضم للقلع الحمراء مطلوب منه تكاتف مع زملائه باقي فريق الأهلي الأبطال لحظ البطلات القادمة إن شاء الله أستاذ شريف بيقول اعتبر نفسك ده بيوجه رسالة لشاد حسين اعتبر نفسك لاعب ناشئ لسه في أول الطريق لا تبخل بالجهد والعرق والأهم خلي عقلك شغال دايما أهلا بيك نصر جديد في الأهلي أهلا بيك نصر جديد في الأهلي منشت أستاذ روميو بيقول لها مرحبا بالقناص الجديد في بيتك مرحبا بابن مدرجات التالتة شمال مرحبا بالأهلا والمشجع ولا عاشق للكيان قبل اللعب بيتيشرت الفريق منتظرين منك لعب بروح الفانيلا الحمراء ومش أكتر من كده هي الجزئية اللي اتكلمت عليها في بداية الحلقة روح الفانيلا الحمراء محتاجين نوعية لعيبة تقاتل في الملعب وتلعب بروح الفانيلا الحمراء في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن لنا ألتقي غدا في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء